فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين الأولاد يشمل الذكور والإناث فالولد هو من تولد على الإنسان ذكراً أو أنثى خلافاً لما شاع في الاستعمال من ذكر الولد في حق الإبن الذكر دون الأنثى فهذا خلاف الاستعمال الصحيح لغة وشرعاً قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى فالأولاد هم كل من تولد وتفرع الإنسان من ذكر أو أنثى فقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ذكوراً وإناثاً